موسيقى 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 يعني نور ما نقطع الشغير اللي لادي حمودة ودي حمودة نعم، نعم يا خالي بقول لك إيه هاتة البرينس متعالي أنتم مصحبت بدون لنزل خالتكم فيسا من فوق يلا طلع 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 بسم الله ما شاء الله عا تقدر يلا استنى، استنى حمود تفوتني الأول خالتي مين؟ هاي قل مين يا خالتي؟ يا أخت شمال عروسة يا أخت يا سلام عليك يا صفية يعني هي الأوضة يا أختي ما كانش تنفع إلية الفتحة يلا، هو اللي حنعيده ونزيده بقى هو تحكيم رأي وخلاص يا صفية آه هو تحكيم رأي يا أورا الفتحة في بيتة العروسة يعني في بيتة العروسة أمي بقى يلا حمود ألا برينس خشوا يا أول محاجة يلا يا أخت يلا يا أختي على مهلك جتك نسيبك على مهلك انت عملت حاجة يا وقت هقوعى كده انت وهو أول مالفرخ مالا يا أختي؟ مالهاش عايزة تنمى عدنومها لأ تكون شايف عرسة ولا حالة لا مفيش عرس يا أختي مفيش الطمانة ده فرخ يتاكل العرس نفسها خدوا بقى لكم بقى قال لي يعني الفتحة ما تتقريش اللي بيتة العروس مع العيال يا حاجة بقى وعايزين يفرح ومالياختي الودة المنين العبدالله راح بيه؟ العريس راح يجيب الأستاذ تنمى يا ودي تعيدل يا وادحة توديني بداية يا ودي يا حمودة تعيدل بعد الشر عليك من الداخل يا أختي أوزن إيدك يا وادحة ما تأوزن يا حمودة يا ساتر يا رب ده جاي من قرنة مصيبة ده ده بنمو حمودة اللي كان جنبنا هاني يا ساتر وحي ودي اللي حاجة شكريم يا حمودة شكريم يا حمودة ايه ده؟ طفو عزيزة يا حبيبتي على ما؟ عودي يا خاتي اسم الله اسم الله بسم الله ما شاء الله اسم الله بيت حبيبت هتشطع لحماتك يا بيتك ايه الشحططة ده؟ خلاص ده يا حاجة هوليلا؟ خد يا خاتي يا اختي خطو عزيزة ألفهان يا صحبية كتن يا ودي الراجل عيان ورائد الفضايا حتي ايه يا ودي ما كناك نزغرت لبتنا عدنا هنزغرت لها ايه؟ مستكلوش يا حبيبتي يا قوليلي عملت ايه في القضة؟ اكلملك صبر المنجد ايه ده تتلفف حرير؟ اه طبعا ما احنا هنكلمه يا حاجة اه انا بس بقولي يعني من كده نستنى شوية على ما نتفق اياني على كل حاجة كده اوه واحنا كل ده لسه ما اتفقناش اقولكو ايه احنا نهيص للبت شوية بقى امهان ايه شش وطي صوتك يا ولية الراجل اللي سخرج من المشتاشفة هنوطي صوتنا هنوطي صوتنا هنوطي صوتنا هنوطي ايه بس باش فضيح يا ساحتانيا يحييابوها وشانابو يحييابوها وشانابو اللي محدش غلابو morte مراتكو يحييابوها وشانابوها وشانابوها يحييرا يحييرا يحييع انترعا مازل مراتكو يحييرا اخوض على الفالح يحييرا كحوض على الفالح يحييرا يحييرا يجيديني فيدييني يجيديني إنتي عمي اتعالة بالتعالة من هنا يا سمين تعاله والله البقعة هي نور النهاردة تغفر الله العظيم من ربك يا ابن المشوية الطراب على المية دي لا حتى لا تزحل والله يا رعي منا وما فيش فايدة المصورة لازم تتصلح تتصلح عاشا موافض بجنة اموش تهي اللي تتصلى ما فيه حاجة بتبوس في البلاد التي تتصلى جلها لو بنصلح لنا الحال ونخرج منها على خير على خير ان شاء الله على خير صدر وظ Barbara سيد Raglan í director من قد يقول أيضا بنا أهلا بس الله أهلا بس الله بظلنا النبي يا أستس امام علي أفضل الصلاة والسلام شرفتنا يا أستاذ سمام أول مرة تخشي بيتنا قدينة دخلناها في الأفراح يا بنت يا أخ ربنا يديمها يا رب بتو نزلتو ستوكم عبدالله ليه بس قال إيه يا صفية حكيمت رأيها قال القودة عندي ضيقة ومسعش قرية الفتحة معلش يا حاجة وجودك برضو مهم عشان تملي اليوم كله بركة منا بأخويا دي قلة عقل والشحتاطة خلاص خلاص سينا يكفينا شر قلة العقل والشحتاطة ها نتكر على الله ونقرى الفتحة ومالو يا أستاذ تمام أنا يعني بس بعد إذنك حابة كده إن إحنا نعين الكلام تاني قدامك وفي حضورك علشان توبصوا ما انت بقى عليهم لا استرى يلا ياختي انت وين يلا نطلع برا جماعة تي يتكلموا كلمتين راجعين تاني يا حاجة وهنزغرط ونهيص للصبح على مهلك يا أبناء على مهلك يا أبناء استغفر الله العظيم يا رب مش محتاجة راجع يا مصاباح مش محتاجة راجع أنا يا أستاذ تمام علي قط النوم وهم عليهم كراكيب المطبخ قال لكراكيب من أولها هون ياختي ما لقصتش ما لقصتش منافس ساعدتني خلاص يا أستاذ تمام خلاص ماز عليش حاجات المطبخ مش وقت القطنا والتنجيد عليهم القطنا آه عايزين مرتبتين كبار ومخدتين كبار ووحدة صغيرة والقطنا يكون سكرتو آه مش أي قط سكرتو يا أبناء سكرتو إن شاء الله ها قلت إيه يا صفية موافقة يا أستاذ تمام مش كده حاضر يا أخو يا أخو لا حاول أنا قوة أقل الله وبتعاطل إيه دلوقتي أصبحين كالنف صباحة هو اللي يقر فتحتها تعيشي وتفتكري بس هم أنا مش مكان المرهومة ليه يا خرابي أنت ركت الحارة خير بتنس خلاص يلا باب البركة يا جماعة نقرى فتحة عبدالله إبن فيسا على صباح بنت صفية بس أعطلون أنا يا أستاذ تمام يلا ندعي لهم كمان لربنا بارك لهم ويأسر لهم بسم الله الرحمن الرحيم موسيقى أنا هدخل معك عشان أعرفك من الشمال وفي اليمين هدخل معي بلبسك كميري ده موسيقى بقولك يا يوسف خلينا يشتغل بطريقتي موسيقى لك شغلة أو كده ليه؟ بكرة البشا بتاعنا يهريك شوف ولا يهمني بيني وبينك أنا اللي يهمني حاجة واحدة بس لأنا أجيب تقدير حلو قوي في اللي صنص السنة دي ربنا معك أبو صلاح بكرة تاخد الحقوق تعلق الدبورة وتنسانها يا عام عيب يا جدع إن شاء الله أنت قوي الوحد تتعلق سلام يا بس خلي بالك على نفسك أبو صلاح ها طبقاً جاو كدو امتبعش أمان أمان سلام سلام سفول سفول صفا 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 فيني يا أمم خدتني يا أخوي صفا فيني يا أمم بيتها عند خلتها ايه مالك وتخليها تبعد عند خلتها ليه وفيها ايه عنا لما تبعد عند خلتها يا أخوي ما تخافش على اختك اختك تشرب في اي حتة تروح روح نام انت بق يا نام هكلم خلت الأول وصيبقت ما تمره ليه ما عندناش بيت هلو هاي يا خلت ايوا يا صلاح لا يا حبيبي نايمة هو في حاجة؟ لا بدا كنت بتطمن عليها طيب يا صلاح تسبح على خير وانت بناء بيتقول لي نامت نامت ما هو مش معقولة يا خلت 24 ساعة بيرا ابني بجد بقت حاجة تخنق خايف عليك يا بيت خايف علي من ايه انا عيلا صغيرة اتصل وعرف ان انا عندك ايه لازمته بقى خلينا اكلمها مش مصدق يعني ولا ايه والله ما خدت بالي ده يبقى ودق لي للأدم لما شوفه لو النبي يا خالتي متتكلميش معي احسن يعمل من الحبة اوبا ده بيرا ابني في البيت وفي الجامعة طيب يلا نامت تسبحي على خير انتي من قهر لو عزتي تكلي ما تتكسفيش اندهي علي انا صحية حاضر ايه يا خالي بقولك ايه انا مش عرف اكلمك دلوقتي خالتي صحية وصلاح رايح جاي يتصل فلو لقى التليفون مشغول هيتطين عشتي لو سعران شوية ممكن اكلمك موسيقى 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 انت يا رجل يا جوزي تصوح الخيل صباح ايه؟ ده الضهر ايضا الضهر؟ الله مفتاح السيدانية فيه؟ الله مش انت قلتلي يديها التمر عشان يفتح هو يا ناها تقولتلك مئة مرة ما تتدلوش المفتاح يفتح اللاك زخانة الواحد يا رجل مانا دخلت سألتك وقلتلي عدي هالو هالو ايه؟ وين اللي انت عملها ده؟ عمل لينه في جلقها وسادة على فكرة يا عطي انت ما تبطعش الصبح واللي يشوفك بالليل ما يعرفش يشوفك الصبح قلتك ايه يعني؟ ما قصديش هوا اعمل القهوة يا ناها تبيت مرة قلتلك انا مش عايز يروح يفتح لك زخانة ولا يخش الحرة دي من اصله ليه يا اخويا يكون شنخة ولا حيخطفوه هناك ما تكبرش الموضوع وتتصل بيه صباح الخير اشتركوا في القناة سلام عليكم صيدليت النور ايوا يا سيدي ايوا يا بابا انا مش ميت مرة قلتلك ما تنزلش الزفت لك زخانة دي الا وانا معاك يا بابا يا اخي بابا ايه وزفت ايه بقى انتو بتصعوش الكلام ليه؟ تا ايه ده؟ بقولك ايه؟ اقفل دلوقتي وانت المفتاح لغابي ما تنديش مفتاح العد اقفل ومشي انا حنزل افتح معاك المفتاح لأحتياطي يلا كوي اللهم صدي على الصفان ادوقي ادوقي زحن اقاود لقاك امبالي اوقع رايز دي رز عليك ايوا لا معلش اصل انا كنت في الحمام يا عمرك شجال خمس دقيق بالظبط ويكون عندك ونت ملاقو ماشي ماشي يا مسهل يا رسط يا الله يا رسط يا الله يا اه اه يسلمينك اه قرتينك متمره ومشرب هشرفه انا جيل انا بشرب اللاهو في كوبايا ايه فيها يا عطية اناها رسود علي النهاردة ما لك خلاص يا جميل حقك علي ايها نشرب عفكوز بدم من ايديك الحلوة خلاص نعم مش كده يا عاطية من الصبح يا أخويا زعيه كان يوم أسود يوم ما نازل يفتح فيه الصيدلية مانا يا حبيبتي مش عايز ينزل الحارة دي من أصل ولا يشتغل في الصيدلية وقلت الكلام ده مئة مرة لما قلبتناه خلاص يا أخويا انت وابنك حرين فبعد اشربوا بعض عمل حسابك الشغالة جاي بقر وديها هتاخد كال ألف جنيه ألف جنيه؟ وحجيب لينا الأكل معاها ولا إيه؟ معقولة يا ناهد شغالة بألف جنيه علشان تلت تنفار في البيت؟ أيوه قول بقى كده قول انت جايب خدامة ليك انت وابنك لا يا جميل فهمتني غلط ده أنت ستنة ستنة وتاج راسطة ما هو كان كلامك قبل الجواز مش كده قول بقى ان ما يهمكش دوافري ما يهمكش تدخل البيت لقيني غير عنا في مية الغسيل قول ما يهمكش ان انا يبقى شعري بايز ومراحش كوافر قول لا بقى ده كلامك دوافري ده احنا خدامين دوافري ده احنا نمشي على دوافر نفسها بين دوافري بقى ده كلامك بس بقى على شرب ما ترجعيش بقى تزعلي وتقولي لا لا أصل البيت الخدامة دي شغلها وحش أصلها قالنت القدم بتقل قدمها علي لا ما تخافش الولاي اللي جايباها بتقول عليها شطرة قوي طبعا لازم تكون شطرة وما القدرت تلحف مني ألف جنب في الشهر ازاي؟ موسيقى 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 نظرينا منذ انطاع موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر جوام عليكم الوات بلالك يا راجل يا عبا الله ممييمسك قرش ميتعويكش علينا ماتقوم يا ولية انت حتفضل نايمة للعصر اه 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 انا فيه من النجمة عشان الافطر العيال سيدنا رامي شوية بقى خليكي نايمة جبلنا اتنين كيلو كباب على كيلو كفتة وشوية سلطات وعيش من فرن ما تهدى بقى شوية يا عبا مش معقول كل فلوسنا رايحة على بطننا انت مش شايف القرف اللي احنا عايشين فيه يوه يا مونة انت مبتزهيش حوارات في الموضع دي ما تخلينا نقب على وش الدنيا منستطلع على البلكونة وبص على منظر عيدة انت مش كل ما بتطلع معايا وتشوف الفلوس دي ما غا بتنقلب المرشدين كتير في الحارة يا مونة واي فلوس حدبان من غير سبب هنتحط في الكشف يا سلام هو احنا يعني بس اللي بنبيع ما نص الحرب بتبيع اهدي شوية يا مونة اهدي يا منتي اي فلوس بعملها ما هي ليكي والاخواتك انا خايفة عليك يا زيزو ما تخفيش روحوا بقى جيب الكباب هموت مجوع ما تقوم يا ونية وخلي عندك حصوة مال خلاص خلاص هقول مصديعة بس دي ايه الولية الجبالة دي يا اختي تقدر علاجة في الجامع يا و ليه لازم تخلاصي الدرس كله ؟ طموانة في الجمه وإنتي مالك إنتي؟ الله وإنتي ما بتروحي طول النهاري ومالحدة تلزاي في الكنيسة يا بيت أحد بيقول لك حاجة يا أختي يا رب أنا أتجس وإنتي بحاجة في نفس اليوم من بوقت لما بالسنة بس أستر البت الأول تقول يا مو أتضلح الجناني ما تفهميش ليه مصمموا على مرتبتين إليها إلا الله يا أختي دي إحنا دخلنا على ربع مرتبة لا قولنا آه ولا آه ما مش عايزة ابنها يتوجع بس ينطر الأبني بقى غالي قوي ربك هاي سهل يا رب خايفة ما سترش البت يا لهوي ده أنا تبقى واكستي مش على حد إنتي مش هتقفضي جمعية الشهر ده ده هي ديناك ديدي ربنا بس يشفي عم المنصور يا رب بقولك إيه بتيجي بكرة الصبح ونح نشوق علينا ومال وهنوبنا سواب صابة نحفظوا الواحد إنتي مالكيتي يا أختي نصة سيبة للاجتماع إنتي حبة ونحبة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لذلك يصل الحاجين إلى جبل عرفات وهناك تبدأ الشعار الجينية كمان وانا الله سامع يا واد حتى غروب الشمس بيقولك حنوقف على عرفات لحد المغرب مين بيتمول هالي يا رب يا رب لا يا فرد تشمش بالسودة كانت هنا راحت فيه عملت ايه يا واد في الصور بطول البازابورد الصور اللي معاك يا با دويسود ما تنفعش لازم تتصوري ده ما تصورني يا اخوية ما تصورك ازاي يا رب ما تصورتي بعد اثنين كيلو من هنا اشينك على كدفي وجري ولا اعمل ايه جيب لي انو صوراتي صورني ايه انا ازاي بس يا ام ازاي يا واد انت مخنوق علي كده يا واد كل ما اجيبلك صورة الحج اقول ليه اعمل ايه وانا اعمله احط جزمة قديمة ببقي انت ايه واد هتدفع لي حاجة من جيبك في الحج ولا في الصور بسم الله اه تاب الشمش با بس انت روح اقول له الحجة نفيسة النبي يا رب تسمعها مني قول له قول له امي هتحج قول له عايزك تجي لها القودة تصورها وانه هو عايزه ياخده حاضر ياما النهاردة يا واد حاضر ياما في حاجة تاني رد علي كويس يا واد مش كل ما اجيبلك صورة الحج لسنك يتعوج الله حاضر وكلت الفراخ وربنا اكلت الفراخ طب غور غور من وشي يا واطم حاضر حاضر غور غتك غارط غلغارط بطل دوش اهلا بطل دوش هلو بقول لك ايه ابعت العربية اه في زبون لغيته على سبعين الف وشكله جاي حيبقين على خمسة خمسة ونص لو مش هتقدر تيجي ابعتلك حد اخدها ما تنغيش تفلوش قدام الزبون يالله مع السلامة ازاك ساناة نحمد واخوي فط على ابوك ايه ايه بس اتعبان ايه والله يا سعيب دايله يا ساناة ربنا يا شفيه قدينا بندايله وبنقراله القرآن للنهار في حاجة ساناة هم؟ لا يا اخوي مستجناش بصة ساناة انا فتح المحل دا على عيني الناس واكلة وشي ابوي اراهد وانا فتح المحل بس اعمل ايه؟ انت عارفة بقى مصاريف الدواء والاكل والشربة على اللي داخل واللي خارج مستوي يا اختي انسي العشرين جنيه تاعت كل يوم انسي انسي زي سعيد وكل انا وعيالي منين الله وانت مش في عسمة راجل قولي لو يتحرك شوية بدل البلطاجة اللي هو فيها يو وين يدخل جوز دلوقتي بالموضوع؟ انا ليه في المحل دا زي ما اتقليك بالزاب انت بتعلي عليها صوتك في الحرس انا؟ استغفر الله العظيم يا رب معلش حلمها يا سعيدة عشان خطر ابوك التعبان بس يا وعد ماغك تاخدك لاللي بتفكر فيه ها؟ لا يا اخت انا ما افكرش في حاجة ولا دخل عدة واقف المحل بس صاحبه عيان يتقفل بقى لغاية ما صاحبه يجي بحتي له انتو الدواء يا اخت بقى ماشي يا سعيد اقفله ان شاء الله حتى تقلع فيه استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم يا رب افتح ها للمحل قوموا يا عيال يلا عشان تدفعهم يا فرش فيها سنة مات رجلة تحبيت ليه؟ يا أخويا سبني في الليلة فيه بقى ويلا يا عيالة شتاك منك لله يا سعيد يا ابن نعيمة منك لله ام الابويا لو مات كان عمل فينا ايه؟ ايه عمل فيك ايه اخوك تاني؟ عاملو سهد ومناير قفل المحل ومش عايز يدين لي عشرين جنيه الابويا كان سبان تنسى تفتلينو حاجة لا كان صاحبه وانعبته كوي خلاص يبا احنا لازم نقفه ونوقفه عند حد كوريا واد ولولاك ماتت في حوش امو يلا غرو من ويش امو؟ هتاكل ولا عاملك شاي؟ عاملي شاي ايش؟ ماشي واذا كانت هزي الأشياء صمعيها او استعماليها او حيازتها او بيعيها جريمة في حد ذاتها وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال حتى لو لم تكن ملكا بالمتاحة ملكا بالمتاحة ايه اويك يا حبيبي؟ اولنا بدعيلي ياما الهي ربنا يجعله من حدك والنصيبك واشوفك زاب تقد الدنيا يا صلاحي يا ابن بطن وينجح اختك قادر يا كريم ويهديها قادع ان ربنا يهديها يوب مختك كويسة والحمد لله انت بس اللي شغلك في الاسم ما خليك شاكك في الدنيا كلها وبعدين ما تنساش انها بيت جامعية ياما انت فاكرة الجامعة دي ايه؟ ده شارع كبير فيه الحلو والوحش واللاد الحرام اه؟ وخلي بالك ما بوصل بيت غل بيت لزيها اسحابها كلهم بيجولها لحد هنا وعارفين ومو كويسين وولاد حلال برضو خلي بالك ربنا يسطر اعمل لك لقمة اكلها؟ لا يا شغل بس بقولك ايه؟ لو حبيت تجيب ببطيخ بعد كده اقول لين انا اجيب لك البطيخها مسخة بس سبكر من ايديك روح يا شيخ الهي ربنا يبارك لك ويخليك ليه يقادر يا كريم لو اصت حاجة انا برقب انته عليك يجوز للقاضي اذا حكما بعقوب الجناية او دورنا حقا ان يحكم من صدر الاشياء المضبوطة سيد كريم اللتي استعملها او اللتي من شأنها ان تستعمل فيها دون الاخلال بحقوقه وغيره حسن المياه موسيقى 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 سبحانه وتعالى يقول وهكذا نجزي المحسنين يعني البني ادم مننا لابد انه يقوم الليل يسبح ويعبد يعبد الله ويصلي يعطيه الله صمرتة يحسانة يعطيه الله ايه صمرتة يحسانة ويمده بالحكمة والعلم والصبر ايوة الصبر لازم الانسان مننا ياولاد يصبر على مبتلاه الله ويتقبل قضاء الله وقدره يعني ايه يعني لو ربنا سبحانه وتعالى خلق الواحد مننا فئير خلقه ايه يا شو ايه فئير فئير لازم يستحمل ويصبر ويشتغل ويتعب ويجد ويكتهد في عمله ام ربك سبحانه وتعالى يرد عليه ويقول له قبلت قدري واحسنت عملك فاخذ جزائك خذ ايه جزائك خذ جزائك عشان كده ياولاد تلاقوا كل العظماء اللي في الدنيا والعظم لله وحده طبعا انا اقصد كل الناجحين الواصلين من النوع اللي صبر واستحمل وصبر على مبتلاه الله وعلى قضاء الله وقدره ولا ايه ياولاد الكلب تنمتوا طب هموا ناموا نامت عنيكوا حيطا ايه انا بدي الدرس للهوى الله يا اخويا كمل كمل كلامك حلو قوي كمل نوم انت يا زيني بكمل كمل انا كلامي حلو تسمعت عادة من كلامي يلا يلا خد منتك وروح ناموا يلا يلا بنت عيش اخويا 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 انا بصحب هادر عشان العيال اه يلا يا عيشة يلا يلا يا اختي الله يعينكوا كمل يا اخويا كلامك حلو كمل الله يعينكوا انا خير انتوا من اهلهم انضايقينكوا خالص ما تهم يا اخويا حصل امك واختك انت كمان لا يا حاج انا انا اعد معك شوي مجد يا شوي ولا يا شوي انت فهمت اللي انا قلته ولا تحب اعدهولك مرة تانية وفهمولك بطريقة مختلفة فهمت فهمت طبعا حاج اه انت عارف يا شوي يا ابني انا نفسي في ايه في ايه حاج نفسي انك تشتغل اي حاج اي حاج الراجل يا ولات اتخلق عشان يشتغل ويعمر الدنيا ما على عدك حاج اشتغل فين بس في البلد دي اشتغل فين ما هو طالب غلط شوي يا بيه اصحابك اللي هم مسافوا في بلاد برا عملولهم ايه في بلاد برا استقبلوهم في المطار وشغلوهم على طول لا يا حاج يعني اكيد عادوا دوروا على شغل شهر ولا اثنين لغاية ما يا ربنا كرام هم مشتغلوا اه يعني ساعوا ودوروا ساعوا في ايه في بلاد برا طب ما كانوا يسعوا في بلاد جوه احسن لهم كانوا يدوروا على شغل بلادهم وكان ربنا حيكرمهم ان شاء الله نعم انت انا عمري عمري ما شوفتك بتدور على شغل هدور فين بس حاج يا ابن البلد كبيرة سمي بالله كده واقصد كريم ودور وان شاء الله ربنا حيعطرك على شغل كويس حاضر حاضر حاج من بكرة الصبح هنزا يدور على شغل انت بتاخدني على قد عقل يا واطي من بكرة الصبح وانت كل مرة بتقول لي من بكرة الصبح ولا بتدوروا ولا بتنيل بقولك ايه هو انت ما هتشتغل هتجبش وتديني يعني يلا لوح روح جي المهب بجد كل بلد لما قد السجاجيد ورنجع الصنة زي ما كان يلا يلا حاضر موسيقى استني بس حت الحزامة اهو بالروح اروح يا مراد اخواتك احبتك الأكل خالص لما خلص اللي فادي اه بالروح بالروح يا بنت هتقطعش عاري ماشي يا زيز حالا خليك الانت بقة وانا رحنا هيو ما بداش المشوار ده هو ده الشغل يا بيت ده ربها واحدة ونخلص طيب خد الواد بلان معي ما ينفعش فين الشهر اهيه ما عايز ذلك يأكل وده مش عايز ان شاء الله ما عنه كلم ايه ده ما تخفيش بقى وانت صوت بس او يخوف هاد الشهر ايه سلامت الله يا خوي ربنا يا اسطر طريقة ربني وافقك يا ربنا ايوه حبيبي لا يا بتامن المركب لسه وصل لحاجة تزق كسترة ايوه ده كلام برضه ورجالة اول يومه اجيلكم الاسمة تنزلوني معمورية وايشة على طول كده انت لسه شفت حاجة الدايرة صعبة أبو صلاح لا 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 يمنحارسوا ايه ده ايه ده اه 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 هادر هقدر 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 اه هؤ ها اشتركوا في القناة 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 افتحي انا هتكلم معاك خمس دقايق وامشى على طول مش هطور افتحي ما تخفيش انا الوحدي اشتركوا في القناة 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 هيا يا صلاح ممكن بقى توصف لي وبالزبط إلا حصل اليوم الحادثة حضرتك لنقضت ضمن قوة زبط وإحضار لإلقاء القبض على المجنة عليه فجاء نابل العربية البجور مبلغ عنها حضرتك فاندم بتقف قبل الكمين بحوالي خمسين خمسة وخمسين متر العربية لفت وجرت عكس الاتجاه حد الزبط أمرنا إن إحنا نطلد السيارة ومحدش في القوة كلها عرف إن المسدس اللي معادة مسدس صوت حضرتك يا فاندم محدش كان يتوقع لهم عن مسدس صوت يا فاندم أنا كنت في حالة الدفاع الشرع عن نفس القانون بيقول ينشأ حق الدفاع الشرع بس تقليل مرأبة بتاعتنا بتقول إنه كان تاجر صغير وما بيشيلش مسدس آي يا فاندم أنا كنت ضمن قوة حضرتك ومش أستهد من المسدس يبقى من حضرت الزبط يوفرج عنه بضمان وظيفته تفاضل يا فاندم إيه دا يا ابن طلب نعلم الاسم يا فاندم دا مش لسه جاي الاسم من شغل لحقت يا فاندم أنا في أول مأمورية قتلت واحدة عن طريق الخطأ وبعدين إيه الاسم قتاب توحش عليك يلا وحلش أولك بلاش كرام فاضي نحتقام لك فاندم اسمع وامر فاندم خد أجازة أسبوع ألو شكرا فاندم شرب يا زنب يا أختي تسلق ميديكي يا أختي بايش يا حبيتي إلا أولي إلا أه مونة عاملة إيدي الوقتين أهو زي ما أنت شايفها طوله النعار نايمة لا حول ولا كنت إلا بالله العلي العظيم طب خدي خدي يا حبيتي خدي دول تاني ما أنت ما أنت بعتيني قبل كده كتير يا حبيتي كن ربنا كتير بأولادي الحلال كتير خدي واستهدي بالله كده بقى امسكي خطي 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 إلا قولي لي بقى يا قولي لي أنت إنتي ما بيصليش لي إلا عمري ما شفتك ركعتيها إني بياختنا كنت أصلي ما عرفش إلي براه لي همو أنت لسه صغيرة إنت كبرتي بقى الدنيا يا أختي محدش قاعد فيها ومت فاتة ادعيلي ادعيلي يا زنبي يا أختي مدعي البنتي يا أختي ربنا يهديك ويهديها قادر يا كريم يا رب بس صلي يا حبيتي هصلي هصلي طب يلا أمنا بأ أحسن وسيستمام زمانه الآن عليك ليه لسه مدري أنت ما شبتش شاية ما عاليش يا أختي شبيه أنت ومونة يلا مرضو كده بكري من عمرك يلا سلام عليك بسلام خطويك خطويك يا زنبي يا أختي اسمن عليك السلام عليك يا أختي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمينك يا أختي يا زبورة الخاطر يا رب ما عليك هصلي بإذن الله يا حبيتي أنت صحيت يا مونة هتفضل تأخذي فلوس من الناس لحد إنت أي يعني هزانة عملية يا حبيتي أنت حتش حتي علينا لا هتكلف من أنت وإخواتك فاهميني يا أختي خلاص حنزل الشغل من بك يا ريت يا حبيتي يا ريت هو أنا ممسوطة بمادة إيدي للناس الله إرحمك يا زيزوي ما عرفناش إمت غير الأيام دي وبعد ذلك أنا ما بحش حد شو هلأخد حاجة من حد الست قطر ألف أخير حصها بظروفنا لو حد تاني إدكي أي حاجة قولينه بانت سيمونة بتشتغل مالك يا حبيبي هو أنت يا نبو تقصد تموته أبدا أنا والله يا نبو الظاهر اللي قلب ضعيف ماليش في الشربانة دي يا حبيبي ما تقولش كده ده أنت قده وقته ده نصيبك بقولك إيه ما تقومتك كلك لقم ماليش نفسي لا حوال الله يا رب الرجل الغد ضايع نفسه وضايع عياله ماشييني من مسدس صوت يا ريت وضربني مسدس حقيقي كان ضابير رتاح وإنت تعرف مني يا حبيبي أني مش مسدس حقيقي وفيه رساط استهدى بالله كده وقوم كلك لقم علشان تسطل قتوله لا تقولك ماليش نفسي ومش عايز حد يضخل علي ربنا هديك يا ربنا هديك يا ده ايه جزء عمّة يا بي عبدالباطس وطبلاغو معاي السودية جزء أعمّة عبدالباطس وطبلاغو أجزاء السيرة أجزاء السيرة أجزاء السيرة أجزاء السيرة يا بي خدي عايزي الأجزاء كلها لا لا دي علشانك مش عشرة لا يا أخوانا بشتاغل حد دلك إني بشحت خليهم لأ عبدالبسط والطابلاو مالك لو يا بوزك ليه نخنوق يا أمه بقالي ساعتين وما بيعتش غير شريط واحد خذ الديني ونبي شرايك الملزيك خذي ربنا يفتح عليك يام يبعث يبعث يا رب واخد أجزاء وقعد في البيت ده انت جاهد ما عايزنا أعمليه يعني اطلع اسكندريا وميه يخسنها فوخة صورت الرجل اللي مات ما بتفريقش عني انت بس عشان أول مرة تضرب حد دماش اه وانت بقى اللي ضربت ناس كتير يامة بالنور اعم تتاجر مخدرات حلال في المور انسى بقى ابو صلاح انسى يا حلقة سيك الحاجة قولي يا حول لاحسن منسهت الموضوع دوعين وما شافتش النوع هو بس يغير جاء وينزل من البيت ويبقى تماما وقعد بس شب الشاي بتاعك وقعد بقولوكو يا ولاد انت حبو اعملوكم نقمة كده تاكلوها لا متشكرين حاجة للسواكل شكرا ياما سيبينا الوحدنا شوية طيب يا حبيبي فشب الشاي انا عرفت ان الرجل اللي مات لي بيت كبيرة هي اللي بتصرف على العيال اه بيت بتصرف بشارات في جامعة الدول وكانت بتطلع مع ابوها في التوزيع انا شفتها مرة في المراقبة بس كانت لابسة اشربة على ادمخة معرفت الشكلها بالزبط اه بيتة حلوة خلي بالا وانا مالي حلوة على وحشة ابوها مات وخلها تشيل المسئولية تعال بروقة بقى انت مشورات كلية ما بترقش اللي لك ولا كسالي لا كسال ايه؟ ده مستقبلي ما انتعارف طب يلا عم بقى عشان تعالق الضبورة وتفرحنا يا رب اه stimmt there we win one vacunate общwith non saute onde you صالح احمد بن دفع عن خوب ايه فاهمينة انا دخلت كلية العلاج الطبي toy وحلم عمر ان انا كنة دكتورا وان شاء الله هتوق بدكتورا مين لقال غير كده؟ لا فيه ناس عايزة تسحب التخصص مننا وتديرك اسم الطب الطبيعي نازل يا ابن شكراً انت وانت شايفة الحل بقى اللي انت ترمي كل يوم في الارض واللي انا اجرق لمك من اللي قسام متخافش عليها صلى انا مش خايف عليك انا خايف على نفسي وعلمك زي ما قلتلك لو حصلها حاجة وربنا ما هسامحك قومي قومي رواحي يلا قومي وحسك عينيك اشوفك في مظاهرات قومي اعمل لك شي تانية بلل الهيات انا باشربه دالع كده يعني الزبط الزبط من ناكله زاكر زاكر فيه ايه يا امه فيه ايه الهيات بتنام على روحه وهيها بالزاكر مو من كتر يوم في الحالة طول اليوم هم دول بتنمو زاكر ومدارس دول مش نافقين في اي حاجة قومي يوات قومي ناكله يلا اتخنده ما عرفتش حاجة يا بلال مكتمين على الخبر طيب بقولك اي ما فيش حدا كده نديله الشيء واعرف لنا مين كان يوميها موجود في الكمين يا خبر بفلوس بكرة يرخص وهاعرفه يعني اعرفه ما خلاص يا بنتي بقى كفاياكي بقى مهو سهل عليك انت يا امه سهل مين قال انه سهل بس هنعمل ايه العمل عمل ربنا تسباوه على خير بقى ما انتقاه ما عليش عشان هندي مصاحة بكرة تسباوه على خير بقولك ليه مش هاوصيك لو شميت اي خبر قولي يا رب يا رب يا رب وحبنا بعيدك يا رب تلمة باش مالها دي مش النفاق وانت من محاصر دي شوية شرات بستنزق بيه وانت خلاص جت علينا وانا باتي علي تاني بس يا بيت صلاة اه باش شوفنا بسافة في المحطر ده وانا انت من محنات باشي 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 الله سيدي يوسف روح وانا بمس المحطر اسمك ايه مونة عباسح مونة ايه عباسح مونة محطر معك طاة ضايا بس معايا السورة تبدا انت مفتاحة كده يعني وشغالة في الشارعات المضهوبة ماليتش غير المهندسين وتروي تصريح فيها ما تروح ايه منطقة شعبية عشان منحدش تشوفت شعباية من يا باشا بس؟ من حيتفع لي عشرة بنيف الشريط في المنطقة الشعبية؟ مولا مهاجمة بيتفعوش غيرا في المهندزين أو الزمال شاكلك كده مش وش بها ده هعملك محضر أساعدك فيه عادي تسلم يا باشا هكتبلك محضر وإن شاء الله رئيس مباحس يمشيك من هنا ما تروحش من هنا تسلم هكتبلك اسمك ايه؟ مونة مونة ايه؟ مونة عباس احمد رحمد اعمل شو طهر مونة ايه؟ مونة Xu مونة 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 موونة مونة مونة برسم مرحش لماذا يا باشر؟ تفضل تفضل يا باشر تفضل تفضل يا باشر تفضل يا ساتر تفضل لماذا؟ تفضل حقوم أعمل لك شاي لا شاي ولا حاجة بل واحد نفسه مقطوع طول المهار مش شاي طب أنزل أجيب لك حاجة ساعة لا ساعة ولا ساعة أعودي معي شوية معلش بقى أنا البيت مش قد المقان لا ده حلو قوي دي صورت أبوي يفتح يا واد إنت بالسانع السلام عليكم عليكم السلام يا حدود يا دي بكسوف طلح باشر وإيه لازمته دا كل حاجة بسيطة عشان عيال إنت يا واد والله حدو ما تربيت دينو من عيال الحبور المال تفضل تفضل يا أهل المساهلة أعمل لكم باتيش أيام حاضر يا حبيبتي تفضل يا أمان باتيشان أنا؟ أه قولت كلك متأكدة يا باشا مبلاش يا باشا دي قولي يا صلاح يا لهوي قولك صلاح حاف كده يعني هاديك قلتها هوا تشك الدبوس نزلت الشوال من هاردة قولي أنزلت وبيعت عشر شرايت وشك حيو علي تكسبي كم يعني من الشغلانة دي؟ يعني خمستاشر ساعة عشرين يعني حسب رزق لو جبتلك شغلانة بنفس المبلغ ده بتشتغلي؟ يا ريت يا ريت يا ساحات الباشا يا ريت على قلة تتلمي من الشوارع بس أنا دب أفك الخط ولا معايش هدا ولا صنع شغل أنا دي مش محتاجة الكلام ده هتشتغلي في ما أشغل وأحلم فيه أن كله حريم خلاص يا بيت اسمعي كلام سعدت الباشا تفضل صلاح صلاح يا أمو خلي البساط أحمدي شكرا صدق أول مرة أخرج مع واحد تتكلمي جد أمو هو إيه يا أخوية ده كل ما أقولك حاجة تقولي بجد بجد آه بجد بتطمن بس لا يا أخوة الطامي أول مرة أخرج مع واحد عارف أنا جايب لك إيه؟ إيه خاتم ليه أنا؟ آه وربنا قدرني وبرقك دهب وليبس وكل حاجة بسك؟ يا بركة دعاك يا أمو ربنا بعاتلي الراجل اللي طول عمري بأحلم بيه يعني مبسوطة معي مونة؟ مبسوطة ولا من دقيقة؟ يا أخوية طف من بوقك يعني ما أنت شايف أن الفرحة مش سيعاني بس لمؤخذة لازم أمشي ليه؟ أصلي مش قيلة لأمي وبعدين يعني عادتنا كده وخروجنا مع بعض غلط أوه صح سدقك كده أنا أحترمك أكتر وأكتر أشرب العصير بتاعك بعدين يمشي شربنا يخوية أخوية يخوية يا أخي هبقى يكلمني بعدين الله انت طلعت الهباب دهتاني ليه؟ مش احنا خلاص قلنا هنبطل هل ما هو انا هتجري فيه؟ بلطلة حيطة تفضله من زيزه الله يرحمه هبقى بحهم وتفضل على رؤكه اذا كان كده ماشي ففاهم انا بقى يا حبيبت اللي جرارنا مش معصيه الرجل هيجيلي بالليل ياخد البضاعة ويسلمني فلوسه وبقى كده خلصني اوه صلاح باشا لها ما عليش حصل كنت حطها صارت فما شوفتوش لا اوه رحت المجل اوه نزل الفل هيتب تكتبه ح الراجل كده ليه؟ اوه صلاح باشا آه لا ما تكلمتش في فلوس ما تقلقيش الراجل صاحب المصنق ده صاحبي وأنا مصيع ليك لا ده أنا شاهلك للعوزة السئيلة خلوة صاحب أكلمك وأشوفك رايك يلا بالسلام بالسلام أنت بتتحكي عن الراجل ليه؟ ما تقول لي أنك ما روحتيش ما شغل إيه وإهباب إيه اللي أنت بتتكلمي عليه؟ هيعملولي إيه 300 ولا 200 ملطوشة ده أنا هاخده أحسن من لفك في الشوارع طول الليل بالشرايط لا اللف أحسن إفرد يا حبيب تراحل ما أشغل وسأل عليك ويعرف أنك ما بتروحيش ما يسأل علي أنا خور يا بنتي حرم عليك ده راجل بان علي ابن حلال وشكله كده مقبل مقبل على نفسه مش علي روح وحمل عيال أحسن رحيتهم طلع اعمل اللي أنت عايزاها اعملي ده كباب أقول لك إن بيه الإخلع ديوقتي ليه؟ موظف الحي ما هنجو في الحارة لو شفتنا مع بعض حقولوا بيعملوا الشغل إخلع طب هلغيك بسرعة وانتنا قولوا خلق بكرة هتستلم 500 لمبا هتسلموا من قسم التركيبات دول هركبوا في رومض الحي كل وأنا مش في الوردية الراجل جاي يقول لي هنبيع كم وهنركب كم هنركب ما وخمسين ونبيع الباق ها وكيدا شغلني قولوا الشبهات سمع عليكم حبيب ألبية سلام عليكم سلام عليكم واري منيالي سنى قبل هونه؟ تبقى نعم تبقى ده الاشاراء لقد أصبار عندك رايز تبقى تبقى صبعا فى يا باشي كون يا ياسر عاوزين نيودي فكي ده المونة عباس دي محجوزة هنا ما هيبعطها هوله يا ولا ما مشي من هنا تبقى الاشاراء لان باشي ورا جبلها اياما جبلها اكل انت أطول اللسانة خد فتاشي للأكل ده بتاكل على الله ولا ايه باشي تتعرفها منين من حريتها يا باشي حضرتك شفتيني قبل كده بتاكل على الله بحضر هو انت مش دخلتنا لأكل انا بيتلها السبت لما عارفت اللي انت اللي بعد ما أطلتشي تاكل طب دخلها لأكل جماعة بعتان اه مونة عباس اي وين بمت بعتلك الأكل ده تعال يا بيت انت وهي ده أكل بيت يا بيت يا بيت يا بيت يا بيت جمك طلعت مرة قولة قاوية بلت في الطبيق يا بيت مر مرة يشتح بوزك ايه مرة دي؟ لما مون مانا تبقى مرة أمي الأمي كنت تبقى ايه؟ اه؟ أمي الأن أختي هيك مش مرة ولا ايه؟ أنا ماتي علي قالت العدم هو راجل في الصين لا يا حاء بأسي أنا بقناع لمعرف لأولاً بقوا السدنة وبراية حلالة أنا بقناعرف على روحك ماتش طفح يا عومي إنت يا ماتن... ماتش طفح ماتش طفح من يل هريكا فتت ماتش طفح يا أولاد يا ماتت أولين؟ يا ماتش طفح وانت ما تشطفح يا ماتش حافظ مطب، حوريك دور لغي باية بيت تهية فحاكي أعني أنا فاهم وحيتم إلاؤريك ماتحترم لوفي توري أين يا مرأة؟ بس يا مرأة حضر يا بيت من مطر انت هتروحالة عن نيبة ونبع السجن أحسن ما شوش بالأشكال الواسخة دي إيه يا مطر أشكال الواسخة؟ مش مالك سكوتي يا مرة ولا مزح بقرامتك الأرض تحت عبرك يا بيت حضر حضر يا بيت يوسف كلماش للبات تدير ميها في الطرق يالله فيه ما تحتوص جال يا مرة تبريح تحتوص مكان باسمع صوت في الحبس إيه في ياب مات اسمون مات اسمون مات اسمون مات اسمون مات اسمون صالح باش نورت زك يا محمد زك يا باش إيه الأخبار؟ رابا ما رفعت نزلتين أخيرا؟ دي نريخ عليك بكام؟ أهوس يا عمي بكام؟ يا ولباش عريف ان هنا حاجة تنينك فلوس هيديني بستين داعا لا حال هو قتل لبكام بكام يا محمد؟ لا مرة جاء ما حاجة تشوفوا بقى حسب عمات انتشكر سلام يا باش أبو الصلح يا حوضة يا رئيس أخبركي صلاح زمينا في الليسانس اهلا اهلا نريكي صلاح داموس في الموزاكب لا موز ايه ولا موز ولا حاجة ربنا يسكر في سنة دي ما باشفكش محضرة أخيرة دي ليه؟ مش فاضي والله ما بديه يترفونك كلنا ما نددولك بيت مرة ما عليش تدوريك يا الله حوضة حالاني عليك بس تسجله اكيد يالله سلامة ملزمة المرافعات نزلت اه جبتها ماشي سلامة مقت السيمون مقت السيمون خش! 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 اه! اه! يا سلام! ايه! 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 الهاني! عمالي فيها ثورة غيه وبتحتسم في الكلية! انا حرة! وما حدش هي منعني من حاجة! يا ليه يا بيتلي انت حرة! ايه مالي كتش! ومنما تتحفص وترقي في ستين دهجة! مالي كتب اللي يحتسب يحتسب! كلمة واحدة الهالة قدام امك! مفيش مرواحة الكلية طول ما فيه اعتصام! ولو عرفت انت روحت فيه مظاهرة او مجد فيه اعتصام! وربينا بقى احمد عبوية! اكون ضربك بالنار! ماشي! ماشي يا اخوي! بقولك ايه! تحب اعمل لك لؤمال كده تاكلها! لؤمي تي بس يما! انا سايب شوفني! وسايب الاسم يضرب يلي! عشان لهاني! اعجبت كده! معلش! اخوك الكبير ولازم تسمع الكلام! بقومي تساعد ما داخل الشرطة! اترابك بالنار! اترابك بالنار! اترابك بالنار! قلي داخل الشرطة! يا متة دا كلام هو انت هتوني عليه! اتخذي ربنا يهديك! يغيري هدومك يلا! بحر! الطعن على الحطم الصادر! ضده بتقف الترق الطعن المقررة! فالقمي بحر الجهي! الشاي يا حبيب! ما لك يا صلاح! في حاجة أمه؟ سرحان في إيه يا حبيبي مش خلاص رؤيته بقيت زي الفل كل معرأة قانونة أو مذكرة دمير بيأنبني مش عارفة زاكر خالص يا حبيبي ما هو ما فيش حد بيفكر زيك كده هي أمه تسيب الشرطة دي بقى ليه بتقولي كده؟ يا حبيبي الشرطة دي محتاجة ناس قلبها مية علشان ما يندحكش عليه مش كل واحد يعاية الدمعتين يبقى غلبان وطي طب مننا احنا بتنزل عصر بس بتقرص البت خد السنة حبس يعني خربت بيتها موتت أبوها وحبستها وهي في عيبتها وكملح أطيعة يوم ما اشتغلت أمين شرطة كان يوم يسوي أو فيه ناس كبار بيشغلوها بشغلوا أولاد وبنات عيال مش فاهمة ولا عارفة حاجة وبيعرفوا جيمتها لما يتمسكوا يتحبسوا ساعتها ما بيشتغلهاش تامي خلاص لو تقدر تساعدها ساعتها هيبقى لك السواب بيقولك ايه ام ريح نفسك بقى كده من المذاكرة ونام لك شوي معك حق أنا عذرت لك طب يا حبيبي تسبح على خير أعني مرأس كباري مرأس كباري لا أه بيقولك يا حقي هل cogلا يقولك الريس مرأس كباري غير حسنا حسنا حاطر بعد ما تكله يا سناك لم الملايات بتاعت قط النعو وخسنيها على الطر حاطر ما تنه المشور ضط لك ده اللعن أه خليك انت وانا هروح اي حد فينا يجب الله يبقى احسن مرضو لان انا تعبال وعندي صدوعة ومحتاج انا بساعتين كنت بقولك ايه ستة هاني ده بعد اذنك ايه يعني امشي النهاردة بدري وباجيلك من صباحات ربنا للميلك كل اللي انت عايزة تخسليه بدري بدري كده مش هيقضوا في قليك ساعة يخسليهم وانزلي عرضوا حاضر اللي تشوفيه خالد انا خايفة انا في ايه بس هو يمنعك عني برا الجامعة وجوه كمان لما نشوف بعض جوه الجامعة ده امر طبيعي انت زنيلي انما هنا احنا في الشارع صفا انا بقليق اسبوع ما شوفتك ايش انت مش متخيلة انا نزلت الزي ده انا عملت فيلم على مام لو صلاح اخيها شفني يا لهوي ده هيسود عشتي انا مش فاهم هو ليه مربيلك الرعب ده هو احنا بيعمل حاجة غلط يا صفا اه طبعا بنعمل حاجة اخر ازاي يعني تقدر تقولي لو اي حد شافني وسألك انا قرب لك هتقوله ايه هتبقى خطبتي حبقى مش كده يا صفا احنا في مكان عام وكل الناس شايفين يا خالد انا بس العرفة انك انت كويس بس لو اي حد شايفنا اكيد هيقول غير كده يبقى روح اخطوبك من صلاح حيرفو ليه ما انا جميعي زي زيك وما فيش عيب وبعدين موضوع الشغل يعني هيتحل ان شاء الله هم؟ تكمل وبعدين هتصرف يا سيتي في الشعب يا خالد انت ليه مش عايز تفهم انا من منطقة شعبية لو اي حد شافنا لا يمكن هيفهم اللي بيننا يعني واحدة قاعدة مع واحد في كافتالي ولا حتى في محل كشر اكيد اي حد هيشوفها هيشوفت في اخلاقها انت بتقولي الكلام ده على اساس هي يا صفاء على اساس ان انا يعلم الزمالك طب ما انا برضو من حتة شعبية لا على اساس انك انت هتفهم وتبطل زمنا على دماغي علشان انزل قابلك برا الجامعة ماشي يا سيتي تحت امرك مش عايز ايشوفك هو يعني يا كده يا كده ما تبطل بقى اخي بقى انت حب انهم نمشي؟ انت كمان هتسعل زي العيال مش هعرف هزع المنا انت تبطل كلامك الحلوة دوت بدل ما قوموا اصيبك بقى ماشي اهو كلامك بقى ده اللي مش حلو بقولك اي يا خالد انا حمشة عشانان جدتي مش خاصة باي باي احتلماتك صفاء استني يا صفاء يا صفاء استني استني بس استني الحساب الحساب لو صباح صفاء 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 فيه ايه يا صلاح صفاء فين يا ام نايمة معايا جوا ليه يا ابني نايمة ايه ده لست جايف عمتبصوا بالشباك يا ابني يا حبيبي نايمة معايا جوا هيتعال لاشوفك احنا مش هنخلص من اللي في ادمارك ده بقى مساء الخير يا ام مساء الخير بقولك ايه فيه اكل عندك في المطبخ لو عايز تاكل لا انا كنت سندوتشي لكبدة برا اسمع لخير طب يا اخو يا ربنا يقويك شايفي عميل ابنك؟ انا مش فاهمة بيشك فيا ليه هو انا بعمل ايه اصلا ماليش من اللي بيشوفه في الشغل استحمل ايه؟ استحمله؟ استحمله؟ ده بيراقبني في البيت وفي الجامعة ومع اصحابي فيه ايه؟ هو انا عيلها انتي عشر سنين يا بيت ده كله يوم والتاني يجي يحكيلي على بلاوي بيشوفها في الاسم وكلهم يطلعوا بنات جامعة ماهو يا واسك فيا يا مش واسك وزا ما كانش واسك المفروض بقى ما تعلمونيش وعدوني في البيت يا بيت تسكوتي سكوتي ووط صوتك شوية ماهو خوفك ده يا اما اللي مودينا في ستين دهية انت عايزة ايه؟ اعزني يعني قملك اضربونك قلمين عشان ترتاحي اتهدي واسكوتي بقى لا اضرباني قلمين على وشي تسبحي على خير تلين اهله اقفش ايه يا بيت؟ بتحبي ولا ايه؟ يا ريت يا اختي يا ريت يبقى جوزك وحشك مش متجوزة ولا مرافقة ولا مصاحبة يا بنت؟ عايزة ايه ولا ما تتلمي بقى الله مالك امال عايزة كده تفهميه انك سك لا يختي بحط تانا ما انت ليه كيف اللونة هو بتفهمي في الخامرة امال مالك قعدة مكتومة كده وسكتم بكتم نحكيلك ايه يعني نحكيلك ايه بس اسمعي بقى انا صاعة قوي قوي وافهامة وهي طايرة واعرف عيني الستة من اول ما بص فيها وانتي عينك كده سايحة ونيحة وجوها راجل قعد ومقدت ما تفت فضي يا حبيبتي ده انا زي اختك الكبيرة وليلي ايه بتحبي اللي كنت بحبه ماه الله يرحمه ده كان ابوي ارتحتي ابوكي ما كلنا حبنا ابونا انا بتكلم يا بيت عن الحب التاني اللامور غزك الحب بغرد يعني ايوه هو بغرد ده اللي انا بتكلم عنه لا يا اختي عمري ما حبيت ولو حد كان يبص لي بص كده ولا كده كنت خاف مني بس لحتة بتاعتنا في صنفين من نسوان يا اما نسوان بتخاف من رجالة عشان اهلها يا اما نسوان بتحب المشي البطال ذا يعني او ما خبش عليك يا حبيبتي انا الصنف التاني ده ومش المشي البطال سايقني وبس لأ تطير بيا طيران الله أفضل الله أفضل اوه على فين يا جدعو برقل انت كل ما تشوفني تقولي على فين على فين تقولش نشتليت الحرارة معرفش بما انت برضو كل ما تشوفني بتنساني اوه طب اخلع يا خفيف اخلع مين؟ انا انا انت مين؟ صلاحة مين الشرطة انت عايز من انا قيت انا بحيك تعبنت الغات ما قبطت عليها روح منك للدى انت خراب ليه كده يا حاجة؟ ده انا بالعكس كنت عايز تساعدها تساعدها؟ تساعدها ولا تحبسها؟ انا خدت لها سانة حبس روح منك لله يا شيخ حرام عليك ما تزعليش اهي سانة تاخدها بالطول ولا بالعرض بجملة العذاب والمر اللي احنا فيه على كل حالة اللي موجود لو احتاجت حاجة كلمين يا استاذ شو الحاجة تخديك؟ اهنا مش عايزين منك اي حاجة يا استاذ يلا تفضل يا حاجة دي حاجة بسيطة عشان العائل الصغيرة العائل بخير ومسطورين ام انا موسيطين ماخدش منك كافة حاجة اتوكل على الله موسيطي؟ سلام عليكم انت ابتالي انت ابتالي انت ابتالي withoutbreak انت ابتائها صفاء 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 أيوة صلاح في حاجة تحب أجيب لك مية فاضي أنت كويسة الحمد لله ليه لو في أي حاجة عايزة تقولها لي قلها لي إحنا أخوات من نشغل بعض طبعا يا أخوة يا ربنا ما يحرمنا من بعض هم المين خلد اللي أنت خرجت معا النهاردة في الكلية دا زميلي في الجامعة رحنا نجيب أكل لنا والزميلنا مش هم قالوا لك كده برضو؟ زميلك اللي بمشوا معاك في المظاهرات المظاهرات اللي أنا مناعتك منها يا صلاح دا مستقبلي ولازم أقف جنب زميلي دول عايزين نشيل التخصص من الكلية يا بنت اللي بتعملو دا مفوش فايدة النوضاء دا مش هتحلها غير مع نقابة الأطباء كله كلامه بس وما فيش أي خطوة بتحصل اللي أنا عايزك تحط في دماغك حاجة واحدة بس أنا أخوكي وبكرها أبضابط يعني حافظ علي خلي بالك مني حاضر وزي ما قلتلك لو في أي حاجة تعالي قليلي حاضر يلا تصبح لخير انت من أهلا حاضر لا يا أسألين ما تقولي جالك يعني أما هوت بجح صحيح لا يا أواههه؟ جابلي شوية كياس مشته هو قفاهي أغمر عيش ما سجلني خلاص عايز ايه تاني يمكن ضمير وقنب يبقى ضمير ايه ابو ضمير وده عنده ضمير وليلي احسن عملت ايه في الاستقناب ولا حاجة رحت لصاحبتك مديحة تهربت مني وخالك ايد ورا ويد قدامي وياما فاضل خمستاشر يوم انا خايفة المعادي فتنة ما نعمل يا حبيتي وليلي عمله وانا الصلاة يا حبيتي اتخرفي بيعي اي حاجة في البيت ما انت عارفة كل حاجة يا منه والبيت في حاجة تباع ما انت راسي على كل حاجة اتكلم الوات بلال الوات جدعه وحيساعدني لو حياته بلال ايه بس وابلال عيعمل ايه او لو قدر حيعملها مقدرش خلاص ياما حقضيها هنا سنة ونخلص النبو حرص وخالك بعتنا مبارح خمسين جنيه وليله يتقل بنت اختك في السجن اقول لي مين ده بلال احني منه عليك يلا المهم اخد بالك من نفسك انا اجابلك حتة فرخة كده سخنة وشوهات مطاطس بالدمعة كنت ولا يعنينه يلا بسم الله كده مش اوصيك يا اسري الموضوع ده مخرجش بيننا اهيه ننتاور مرة توصل المفتنة طول عمره اني بقصدك اسمها مونة عباس احنا موجودة في سجن والمطر بكرة هرفع الاستلاف لسه عندنا وقت انت شايفي عني فيه امره علالله بس الموضوع صعب شوف لنا اي مخرج ده انت ابو الاسادزة اي شايفيها مخرج لو تهمك اول ايه هو ما تصايعش ايه العضاية سهلة دي هاتل انت بس سواد يول اني بيحبها وان هو اللي ادها الحشيش قبل ما يتقبت عليها وانت تشهد انك شفتوك لحظة القبض على مونة تب سبني البكرة ورد عليها وانا مستندوك انك اوليك فيا باص بقى بصورة الواح وستدايني عنيك من غير ما نشوفه منفسي نشوف مهار بعدين انا كبرت هوض لو شاف بدلوقتي مش هيعرفه هو بطل يطلبنا دي انت بتسأليهم م pratic مرح يسأليه اعمل ايه الواحيش ني اوي طب يكتب لينا جواب بقيت يطمّن عليه إنسانة كده كي إننا ما كناش موجود بكث حياته هو ينفع لزي ابنك أسعدية خلاص بكلبه من الموت أبجاش يفكر في نفسه بس دعيله بس سمحي أسعد لي وجمي ناعد في تعباني من صباحات ربي هو فين النوم ده خلاص ألا إنجافة هالنوم خلاص خليكي كده خليكي كده حاجف دمك على حتة كلب ما استهلش أنا تحت أمرك يا باشي مونة قدت سنة حبس مهاري يا باشي بنت قلبانة عايزيني سعيدة ما هي نازلة استقناف ربنا معاها بقى بقول لك عايزيني ساعدها مش فاهمك يا باشي عايزين حد يشيل القضية هات قهوة سادة يا ابن بص يا باشي أتمنى ما كونش أنا اللي في دماغك بقى مش أنت بس أنا جايلك عشان تشوف لي حد يشوف يا باشي يشوف بيت حلوة وتتخدم برضا ما تزبط نفسك يا لك ما تخليش دماغك تروح لبعيد بعيد قريب المهم المصلحة تقدى ماشي عندك حد يخلص هحسبها لك اللي يشيل دا هياخد سنة ستة وشفر بالميت هيتزبط بقى الشيل كده تلاقي كتير يشيله أجيبه لك إمتى أهم حاجة أكون بعيدة عن موضوع دا عيبة باشي أنا أخليه سلم نفسك قبل استقناف وأزبطلك الدنيا فاهمني أكون بعيدة عن موضوع دا وأنت مين يا باشي أنا ما عرفكش يا أهلا وسهلا خالد زميل صفاء طالب ايدها يا أهلا وسهلا دا انت شرفتنا الله يخديك وانت بقى زميل صفاء في الكلية؟ أيها في آخر سنة ان شاء الله تفضل الشيل شوفيا لما أخذ بقى انت بتشتغل ولا بوك بيصرف عليك آآ والدي راجل على المعاش والمعاش يضب يكفينا وساعات يعني اشتغل في الصيف أجيب قرشين يعني يسندوا برضه آآ وانت بقى عندك شقة انت عارف الجواز شقة حضرتك شوية الإيجار الجديد في كل المكان يا إيجار جديد؟ آآ وانت شاف ان واحد في ظروفك كده ينفع الجوز؟ حضرتك دي ظروف كل الشباب اللي في بلدنا آآ وصفاء عارف ظروفك دي؟ أيو عارفيها طب يعني بتتأبنك؟ قادي الهاني من اللي أنا سبحتها لها تدخل الكلية قادي اللي أنا أخذتها من الحساب ايه؟ ايه بأخوي الرقل في بيتنا عين كده؟ رقل مين؟ أنا مش جافر كده؟ هو ده لو راجل عنده رقبة يجي للبيت ويقول للبيع من أختي أنا مش عامل أخطان في إيه؟ 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 يا معك تفهم انك عمرك مشوفتها ولا خلقت معاه؟ ولا لو عمرك مشوفتها الجوازها ليه؟ أيوه شوفتها؟ وبعد لقيت عايز فهمي إنه وحنا في سنة 2010 إن فيه واحد بقى يجاوز واحدة عمر ما شافها؟ يا حلوتك يبقى 2010 إنتك عايز تحمل منها بتعزمية فاتنا أنا؟ يا أستاذ اختك في كلية مشتركة ولها زميل وأصحاب بقالها أكتر من أربع سنين زمالك هو في كلية؟ فاهمني أنفتح مش بارة كلية؟ ومين قالك إنه رجل ستعبارة كلية؟ تحلف عن مصحف؟ تحلف؟ مش هحلف ومش عاوز أتجاوزها أولا بتحقى معايز في قضية ولا إيه؟ على فكرة أنت حكوني سمى في مؤداتك؟ أولا يا خيالة مرحب تقفولي لولا واقفت أمي لأخونت أربع كل مهار إستاذنا يا ابني الراجل دي في بيتنا إستاذنا يا ابني الراجل دي في بيتنا إستاذنا إستاذ يا أخوي إستاذنا إيه حضرتك؟ أولا إن أخوة محتاج أجنبه في البيت خليها يا أخيها أجنبه خليها خليها خد بقى يا عمي الترشاني أولا يا خيالة إنت كمال هتحلي في كزب؟ كلمة واحدة قضام أمي لو وليفتل أقرب انت خليها إنو حتك هوا ولو بحفتل يسيب الخوفي هتكون أغيرهم فيهم مرحبا يا مونة فيها يا بلال فيها سعيلت ركبت مونة خارجة بكرة الوقت اللي رمالة رحشيش مسكو خلاص متتكلم جات أيوة منا خرجة مجات يا ملال هتطلع عن نيابة وانا خدها من الاسم يا صلت النبي يا عبت يا بنتي مبروك يا ملت والله يبنت في التسعف للباشر مش عافلت جدا وانت جمالك فيه يوزف اه خلو اصلاح الاجراءات بقيتها عشان تلحى تروجه حاضر اصلاح باك بسرعة حاضر يا حبيبتي مجدد انت بتعاتي دي واتي ليه ماي خرجة انا مش مصدق نفسي عبدالله يابن لا اصلاح اتأخرت كتير انا خافي كل رجع في كلامهم اخذت والله افراج افراج انا مش مصدق لغة لما شبعنا ايا اه يا حبيبتي شوفت مصدق ليه مايجتريك ليل على الاسم ده اه يا حبيبتي ياما يا حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي يا أمي يلا يا أسوأ يلا أسوأ يلا أسوأ يلا أسوأ يلا أسوأ يلا أسوأ يلا أسوأ خش يا بات ديسلمين ما عرفش أنا بستراح عندكم في البيت لي ربنا يريح قلبك يا صلاح باشا ما بلاش يا باشا دي مش قلت لي كنت مرة يا أمي كل ما تشوفك داخل علينا تقوم خالع بتفهم عمتقى ناصر بقولك إيه إيه وعتفتكرني كده ولا كده كده ولا كده إيه دي أنا أبطل حاجة بتأجبني في كلين تبت دوري ما فيش حديعة في هزك ما انت مصحصح هو بص يا مونة أنا عايزك تشوفيليك شغل أنا حاجة كده هتأكلك عايش أنت وأمك وأخواتك نتجر في البودرة أنا بتكلم جد ما أبهزرش ما أنا كمان بهزر نشوفليك محلي في الحارة محلي حلو كده أه حاجة تتلمي فيه الدكاكين في الحارة بقت غالي بكام يعني ستين خمسين يا بيت إيجار جديد عشر سنين ولا حاجة انت تفعلين أكام باكو كده أه وكل شعر 200-300 جنيه ما تخفيش طول ما أنا معبود من حاجة شقدر يخرج منه أبدا وده هنبيع فيه إن شاء الله أي حاجة شرايط افتحي بوتيك بيع فيه دباديب أي حاجة هذا ما جدت جدا مش هعرف يبص في عينك ها؟ ليه؟ جميل مغرقان انت ستالي كل خير أمان أه الله وأنا إن شاء الله خلصتك مقبول محلي ده في ظرف يومين طب يلا قوم أنا هشوفك بوكم صح؟ طب هعد عليك طب قوم يا رجل عندك شو؟ احنا ععدين شو؟ قوم معين ما والله الواحد ما بيز هاملها عطبان يلا مش عايزة حاجة؟ سلام سلام يلا بق بق ما هي أهلا؟ انت قطرني ولا إيه؟ ما سامح الله يا باشا وأنا هقدر أقتورك وحد برضو يقدر يقطر الحكومة بس انت بالرجولة كلها وتفهم في الوصول ولما أخذ يعني احنا رجال زي بعض يعني ولا ما تخليش أشوفك كتير ها حباسك خطف طامل على طرف السين يا باشا على فكرة أنا ساكن هنا ما توقع تشرب شاي باشا ما توقع تشرب شاي هيعجبك شاي تييل مين؟ أنا بلالة مونة افتحك تعال أعد يا بلالة مش عايب يا مونة مش عايب يا مونة مش عايب يا مونة تقعدك والجدعة دالوح ديكو ده حتى إخواتك مش موجودين ده كلام يخرب بيتك يانو يخرب بيتك انت بتشك فيي أنا مقدرش أشك فيك يا مونة طب واعد بقى قعد مش فاهم بس الناس هتقول إيه لما يلقوك انت وهو وقعدين لحضوكوا في شاقة ناس مين يا بلال ناس مين؟ الناس دي كدفين وأنا مسجونة وما حدش سأل فيك أنا عارفة طبعا أنك انت رجل وبتخاف عليك بس ما تنساش أنا بنت مين الله يرحمه الله يرحمه بقى وبعدين الجدع غرضه شريف تغلبني شغلانا نظيفة أكل منها لقم أنا وأخواتي أقول له لأ لا إذا كان كده تمام بس خلي بالك من نفسك يا مونة ما تخافش علي يا الولاي مرتك خلفت ولا لسه لسه ولولا لنها بنت حدال كان زباني متجوز عليها طب ما توديها تكشف الله أغلبني يا مونة بس ربك بقى لما يجيت أستاذي لانا حسن حد يقول لانا أعد معاك الواحدي لأوين تجزد بس ربك بك مرسل مرسل هذا خطة حقًا موسيقى اكيد مش جاب لها محل بحلو هو اللي شهر المحل ده اه اقومة وقادرة ما دست بليه مش محتاجه قولك انا مش عايز اقلق هم وربنا يا باشا ما هيحصل اقلق خالص انا ما كنتش عايز اجي معا باشا اشربوا الحب الساعة وبتقلوا على الله شربناه وربنا 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 خلاص تجوزيني 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 عايز اتجوز بتشرب حجا لا خلي بالك انت من ساعة مقعدتي مفتحتش بق هقول ايه بس ما انت ملغ بطن بص يا مونة انا هجيبلك من الاخر انت عارف اللي انا بدرس حقوق عشان حلم حياتي اللي انا علقة الضبورة ما هو ده اللي انا بقول معقول يا بنت هتتجوزي واحد الزبط ومش معقول ليه بس جوز بيننا وبين بعض يعني يعني ايه؟ عرفي عرفي؟ اه عرفي زي الرسمي بالزبط لغاية معلقة الضبورة كده عايزك تقف جامل؟ يلا رسود بعد ما تفرحني تقوم تجتمني كده؟ عرفي يا صلاح باشي اولا مؤخذة يعني عشان احنا مش قد المقام؟ اولا عرفي ده يا براسة بس علقة الضبورة انت عارفهم هم بيعملوا عننا تحريات جاملة قوي التحريات هتفضحي ايه بنت اللي بحبك؟ عايزي اولا موافقة يا صلاح باشي يبقى ربنا يتمن بخير تشربي حاجة كده اثنين سارباطي على متر انها في يوم الاسنين الموافقة خمسة ثمانية سنة عالفين وعشعة قد تم تحرير عقد زواجا عرفيا باجاب وقبول صريح بين طرفي التعاقد السيد خالد عبد السميع عبدالله والسيدة صفاء يونس وقد أقر الطرفان بجامل أهليتهم للتعاقد وبحضور الشهود خذوا لحالكم ديني توقيع المشكتين بعد اثنين المشكتين اثنين 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 لانا بقول معقولة يا بتاحت الجاوزة وبالخاز الزبط مش معقول ليه بس جاوز بيننا وبين بعض يعني يعني ايه عرفي عرفي اه عرفي زي الرسمة بالظبط بخات معلقة الضبورة كده عايزك تقف جامل يلا أنا عارسة بعد ما تفرحني توقف تجتمني كده عرفي يا صلاح ماشي ولا مؤخذة يعني عشان احنا مش قد المقام مال عرفي دا هيقوب رسمة بس علق الضبور، انت عارفهم هما بعملوا عننا تحريات جملة قوي التحريات هتفضح ايه بدتنا انا بحبك، عايزة وانا موافقة، لسا انا حباش يبقى ربنا يتمن بخير تشربي حاجة بابا اتنين شرباط يا متر انه في يوم الاثنين، الموافقة خمسة تمانية سنة عالفين وعشعة قد تم تحرير عقد زواجا عرفيا باجاب وقبول صريح بين طرفي التعاقد السيد خالد عبد السميع عبدالله والسيدة صفاء يونس وقد اقر الطرفان بجامل اهلاتهم للتعاقد وبحضور الشيويت فضال حالكم دينا التوقيع المسكتين بعد اثنين المسك التانية مفضل فض extraction زوجتي مفضل ملف اومني زوجتي الشارع خلي بالك لما بتيجي المحلة بيهول ليه بقى؟ وش وحش عليك ولا إيه؟ مش القصد يا باشا بس انت وشك بطاقة الناس بتقرأ تشتري وانت موجود اشترا انا هاتيلي زيبد الككال وبعدين راستي بنقص حد يشتري منك الشواء اللي احنا عاديين مع بعض انت معندكش كلان نهاردة؟ خلاص لما احنات قربت وانا عندي أجازة اشتحتي طب بشرة مش شالح سنية برد والله يا ما عارف ايه الجواز اللي معقوا في التنفيذ ده انا مش الجواز ما عارفي ما تيجي نشوف لنا شقة كده ونتلمي فيها أنا وانتي ده انا ممكن اخد امك واخواتك وتخلعي من الحرة دي وانا مرفضتش بس الجواز عارفي في الضلمة يعني وانا ما عنديش حاجة خبيها من الاخر كده انت اللي مستعر مني والله ايه الكلام ده يا مونة خلاص ايبقوا في وسط الحرة اقول انا عايزة تجوز مونة بنت زيزة انت عارف اللي انا مقدرش اعمل كده دلوقت اما رح تعملها امتى لما تركب الدبورة اما اللي وفقتلي نكتب عارفي ليه باردلك جميلة انت بتستعبطي؟ في واحدة بتتجوز واحدة عشان تردله جميله ده انا بقول عليك البنت مفتاحة وانا ما تأخرتش ده يبقى يوم المونة لما تطلب تتجوزها بس حتى كتب القانون اللي انت عملت زكيرها دي بتقولك ان الجواز اشهار ده كنت بتحكي علي بتنايمين يا صلاح فهمني صلاح باشا يا مونة بس امامي اتعفردت دلوقتي عليها لما قلتلك يا صلاح يا اخوة ده انت اللي عدت تتحال علي اقولك صلاح حاف من الاخر كده في فرق بيننا يما انت تنزلي يما انا اطلع لك وانا مش هينفع اطلع لك يبقى انت اللي تنزل بروح تتأموني على فان يا باشا في اي يا بنتي حصل ايه عايز كل حاجة ببلاش خير جا حيروح فين يعني اين مراتي الو الو انا اسمي مونة زي ما تقولي كده يعني خطيبة اخوكي ايه؟ هو صلاح طبعا حيقولكو عالموضوع بس تلاقيه مأجيلها شوية لحد ما ياخد الشهادة انا قلت يعني احنا بنات زي بعض واكيد هنفهم بعض اه طبعا اكيد اخيرا صلاح يارف واحدة بجد انا مش قادر اقولك انا قد ايه مبسوطة بس بقولك ايه؟ انا لازم اشوفك لا لا طبعا ما تخافيش مش ممكن يعرف بكرة لو عايزة ماشي سلام طب و لو عارف ان اتكلمتيها ما؟ ما يعرف هو فاكر ايه؟ يعني جوزنا كده حيفضل سكتي؟ يا دنايا الراجل الشاركي ما تضيعهش من ايديكي مش حيضيع يا اختي الطماني الطماني ده لا بدل ده انت في حياتك ما عملت الحركات دي مع راجل ايش عاجب المرة دي ايه اللي حصل لك؟ قلنا بياما سيبيني سيبيني كده ألعب اللعبة دي على روائق ايوة يا ونا انت فيه؟ مانا هنا يا صفاء اهو انا قاعدة بقليه هما يساني استنياتك مانا هنا اقرفع ايدي لابسة يشار بح اه اه شفتك شفتك تعال ده انت زي القضاء ايه بيقولي لاخوكي تبعودي تشربي ايه؟ بقولك ايه انا اللي عزماكي وما تعمليش فيها حركات بنت البلد دي لحصل مش شربة حاجة ماشي يا ستي انا معزوم ايه با ايه ده ايه ده ايه ده وانت ما صدقتي ولا ايه؟ انت بخيلة زي صلاح؟ قوليلي قوليلي حسن انا حاسة اول مرة اكتشف صلاح لأ هو ان جتي للحق ايه يعني؟ هو حنيين واللي فيجيبه مش ليه طب احكيلي انت تعرفوا بعد ازاي؟ يعني انت زميلتنا في الجامعة؟ لا انا مش متكملة عليني غريبة اصلا اكيد صلاح بيحبك قبل ليه؟ ما تزعليش مني اصلا صلاح طول عمره كان نفسه يتجاوز واحدة جامعين هو ما لما حليكيش بحاجة كده ولا كده يعني؟ لا خالص هو اه انا وصلاح اخواتك بس زي ما تقولي كده بنا وبالبعدة حواجز يعني هو بيخاف علي قوي وما بيحبش او بمعنى اصاحب يتكسف يتكلم عاية في موضوع المشاهد مقفل ما انا عارفة صلاح انت هتحكيلي عنه الا مقفل ده رفض زميني في الجامعة لما جيه تقدملي لمجرد ان احنا خرجنا مع بعض بر وانهاري تسود وعمل ايه؟ عمل ايه؟ ده شتى مهزق وطرده وصراحة بقى مش عارفين نعمل ايه؟ ان شاء الله كده لما موضوعنا يبقى رسمي احسن لك لك قومي يا ريت يام انا يسمع من بؤك ربنا احسن احنا بصراحة وقاين في مشكلة جامدة مشكلة ايه يا اختي بعد الشارع؟ احكيلي لا اهو انت يعني عايزة على طول كده تعرفي كل حاجة؟ ما انت حتحكيلي حتحكيلي النهار ده بكرة حبقى مرات اخوكي وانا يا ستي حاميك قوليلي بقى صلاح تقدملك ازاي؟ مش فاهمة يعني يعني الشكل اللي ارتباتك هنعمل ازاي؟ جيل مامتك جيل باباكي عادي يعني اتقدملي اه قرينا الفاتحة ولبسنا ديبة غريبة اهو اما ليه يعني مكابل ناش سي ما هو مستني ينجح ويعلق الضبور انت حكيتك حكاية بيتها صفاة قلبي معاك مش عارفة اعملي يا ماما انا اول مرة احكي لحد مشكلتي انا رأي يعني وليله واللي يحصل يعني لا طبعا مش ممكن انا خايف يا سلام انت عايزاني انا اللي اقوله يعني وانا قلت انك انت اللي هتحليني مشكلتي يا حبيبتي الصبر لما يفتحكو في موضوعي يفتحي انت في موضوعك اه طب انا هقولك على حاجة انا النهار ده هحاول افتحي في موضوعك هو اليومين دور شايفامه بصوت وفرحان عشان قرب يعلق الضبور يا رب يا اختي يا رب حاولي كده انت حاولي اه يقولنبي يا اخ شوفلي كده صلاح سعيد نجاح ايوة نجاح وجاب جيد كمان متأكد ايوة نجاح ايوة نجاح ايوة نجاح رد بعد انا عايز افراحك اطول ما ترد موسيقى 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 لازم كل البيت يا اصحا. انا نجحت يا أمم. نجحت يا بما ج Prayer. ألف مرة تلك. ألف مرة تلك يا حبيبي. ألف مرة لได. صلاح بي يا بيت? يعني تقف انتباه وتديني Gucci حية من الناب. تمام يا حضرت الزفر. يا بنت يا كريم يا رب. الله تصبر خير يا رب تقدير جاي من زي ناس قصدك ايه يعني كل ده عشان جايبت تقدير الشعبي انا النهاردة ملت لأيديك اطلبوا اللي انتوا عايزينه اكلي شور بلبس بمصيف اطلبوا ان شاء الله يخليك لينا يا حبيب بقول لك لي عايزك بقى اتفكر في الجواز عشان تبقى الفرحة فرحتين ان شاء الله يا رب بس أنا مابا نقيب بتعيل انت ربنا يخليك لي يا رب قولولي بقى عايزين ايه قبل ما ارجح كلامي انا عايزة الف جنيه الف جنيه ماشي النهاردة تكون عني واندي يا حبيب وانا يا حبيب عايزنا تشوفهم كده لابس البادلة الميرة علشان قامل عيني منك يا جلال ان شاء الله علو ايو يا صفاء ايو يا مونة ازايك صلاح نجح اه عرفنا ان هو نجح لسه مبلغنا حيلا اه هو لسه جاي وبعدين يعني مش هنقضيها تليفونات كده خلينا نشوف بعه ايه ده معقول النهاردة اختي مش معقول ايه مش حابقى مرات اخوكي يعني السلام لحضرة الزابط مع السلامة بايبار صفاء صفاء الله مش راكت حلوة في البادلة طبعا زي الامر احلى زابط في الدنيا الله يخليك ايه ده طب هتقلعها ليه مينفعش هلبس الوقتي هلبس ساعة التخرج طبعا انا معزومة اول واحدة انت وماما طبعا طبعا مش هتعزم حد تاني طبعا هعزم كل صحابي في القسم كلهم دقيين لا انا مش قصدي صحابك في الاسم اخد على ايدي جوه حاضر انا مش قصدي صحابك في الاسم مين يعني حد يهمك زي مين يعني قليلي يكون ناسي حد هي واحدة واحدة اه اخلت هودة اعزمها طبعا لا اخلتك هودة ايه انا بتكلم عن مونة مونة مين مونة خطبتك يا صالح اللي انت مخبي علينا ايه صالح مالك في ايه انا بتفاكرك هتفرح تتعرفيها منين وابلتها في ايه ولا حاجة هي كلمتني في التليفون وانا نزلت قابلتها وانا ترطور في البيت تخرج من غريزني تقول ايه تعملي واحدة سوابي ابل غير ما تقولي ليه سوابي دي بتقول انها خطبت كانت دهبة دي بتتربط انا كانت تصعب عليها يعني بوعتف عليها دي ما انت تجري المخدرات اللي انا موته مين عارس وانين ده ما نعرف منين عشان حمارة وخبية عشان اما واحدة اتكلمك المفروض تجي تتصل بها وتقولي لي ايه اللي حصل انا اخطب واحدة زي دي ما شفتش منظرها لبساها انا شايفاك ويسا قبل وانا بقى اوريها واوريك انت كمان ولما ديج امك عايز اعرف ازاي انت خلقت من غلقاتنا ايه يا ايمان تليبونات بلعت ايه اللي ليه ايه اللي بيحصل بالزبط مش عارفة والله يا فاندو رغم ان ما فيش اي حاجة نقصة حاجة غريبة فعلا ما تتصرف يا اساس تمام اتكلم مع الناس ما تقفلش معاهم حسوهم على الاتصالات لاغي الهوة لاغي الهوة هاضر هاللاغيه ان شاء الله ان شاء الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ولا يهولي انا بكرة هزبط مع شوية بنيات صحابي يتسلوك اوه يعملونا حركة ويكتموك ايه كيف تريدها يا ايمان ايه هننصب على الرجل ولا نصب ولا حاجة كل القناوات بتعمل كده سيبنا انا بس هتصرف صرفي بقولك ايه هنروح سوا النهاردة انا دماغي مقلوبة عايز اعب معاك شوية لا اوه النهاردة بصراحة مش هينفع انا عندي مشاوير كتير معمومة النهاردة بالنسبة لي اليوم مقفول خليها بكرة اوه ايه كل يوم مقفول كل يوم مقفول جار ايه استعمال نحنا لسه متجاوزين ما انت عارف ظروفي وقبلت بيها ونون ما انت باش انا هعودك ايه يا مونة انت نسيتي نفسك يا بيت عايز انا رجعك سيجن تاني فيها صلاح مالك مش بقولك نسيتي نفسك اسم صلاح باشا مالك والأخت بتلف عليها ليه انت فاكرة لما تعملي كده هعرفك على أم وختي ولا هدخلك بيتنا ديوبة بتحلمي لما تشوفي حاني متودنة ولا تكوني فاكرة لما بطلع عقد معاك شروية في البيت بتطلع عندي تقعد في البيت والورق اللي بيننا الورق دي بقى تبليها وتشرب الميتها ايه اللمي واختي يا مونة؟ ابعيدي عن طريقه هفعصك يا مونة زي السلطرة تحت جزمتي مش كيفاء ان انا فتحلك محلي ولميتك من الشارع بتصرف انت وامك واخواتك منه ما تحميتي ربنا بقى لا يا اخويا ما تزعلش نفسك المحل بتاعك اهو والبداعة بلحق صاحب المحل اظن عارف مكانه فين بقى طلع له قطع العق اصله بيخاف منك يا حضرة الزابط اه شغل الراك ده متعملش معانا يا بيت لمسح بقرامتك الحارة انت والمحل وصاحب المحل تولعوا جزوزك اللغت يا مونة هلو مين؟ ايو يا بشأ بتاع الحكومة روح شرع العرايس نمر اربعين شقة خمسة وشوف الانسة اختك بتعمل ايه؟ انت مين يا بنت؟ قالوا امه؟ قائز الصفوة بيطاعتي خلاتك بشراك بنت بشراك وترفينها معفروض تفاق فاين؟ انا عارفة بقى حال ما قلبي جايزة منها جاي فاطلت بتاع العرقات مطرحتيها اطلاحتيها اطلع حبا يا اهي صلاة مالي صلاة فيها يا صلاة يا حبيبتي يا ميت يا حبيبتي يا حبيبتي ايه ده انت بستاني يا حبيبتي س journeys لنساق sim السلم لم اريها لم يكنوني لم يكنوني يا تشمتي تقتلي القتيل وتمشي في جناسته ما انت تالت أبويا ومشيت في جناسته هي أختك أحسن من أبويا انت انت تعملي فيها أنا كده اشرب يا صلاح وبكيف أبوك كان عايز يقتلني ضرب علي يا نار المسدس كان صوت وانا ايش عرفني انا قتلت وابيصلي أبوك كان تاج المخضلات وانت أكتر واحد عارف انا كنت بقى دي وجه وانا كمان كنت بقى دي وجهبي أختك فرع ماي الفعالاتك ما قولتش اسيبك مغفل انت ازاي كنت قدرت اقول لي بحبك ايه دي بقى الحاجة الوحيدة اللي عمري ما تحبت عليك فيها او كنت بحبك بس اللي ما عرفت انك انت اللي قتلت أبوي اعتمتها رباني انت أمنك رباني انت أمنك انت ضيعتيني انت اللي ضيعتيني انت عايزة مني ايه دلوقتي جاي اتفرج علي او حبل المشنع حول الرئابتي ايه؟ عايزة مني ايه؟ جاي اتفرج علي اللي ايتم اخواتي ورم الامي وحرمني من احل حاجة في الدنيا عارف هي ايه؟ ابويا عارف ان النفس فيها يا منا اشرب من دمك او بالحق يا صلاح البدل لايه عليك هي صح من غير ضبورة بس حلوة مبروك بسلام اشترك عارف جواب موسيقى